لقاء شديد الأهمية ألا وهو استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في قصر الاتحادية للملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية فخامة الرئيس وصاحب الجلالة أكدوا إيه بقى؟ أكدوا ضرورة تعزيز العلاقات ما بين البلدين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثنائي مع العراق الشديد وإحنا الشقيق وإحنا عارفين أنه ده وضع شديد الأهمية التعاون ما بين الثلاث عواصم دول شديد الأهمية من بغداد لعمان للقاهرة وأكد ملك الأردن على حرص بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية في كل المجالات اللقاء بطبيعة الحال شهد التباح وتحول مستجدات الأوضاع في المنطقة خصوصا تطورات القضية الفلسطينية وتم التوافق على تعزيز جهود مصر والأردن لتقديم الدعم الكامل الأشقاء في فلسطين من أجل العمل على إحياء عملية السلام والتوصل للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية أنت واخد بالك من التحدي لأن هنا التحدي جواه تفصيلها شديدة الأهمية هي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واللي بيأكد عليها رئيس الجمهورية فخمطة رئيس عبد الفتاح حسيسي واللي بيأكد عليها الملك عبدالل إحنا هنا بنتكلم في إطار إيه ممكن ده كلام القائدين الزعيمين العرب إنه ده في إطار الشرعية الدولية إحنا ما بنطلبش بحاجة بحاجة بره إطار الشرعية الدولية بس السؤال هل الشرعية الدولية تاكيلو ميكيالا واحدا أم أن لها عدة مكايل هي ما عندهاش طنائية ميكيالية هي عندها تعددية المكايل يعني هم ممكن يشوفوا الحرب في روسيا وأوكرانيا بطريقة لكن يجوا يشوفوا الصراع العربي الصهيوني في المنطقة ده طريقة تانية خالص ويشوف الخناء اللي ما بين الصين وطايوان بطريقة تالتة ويشوف الأزمة ما بين أمريكا وكوبا طريقة ربعة وهكذا